طفلة صغيرة تسمع صوت أمها لأول مرة وهي تقول أحبك لن تصدق ردة فعلها لم يستغرق الأمر كثيرا حتى أدرك أبوي الطفلة شارلي أنه يحدث خطب ما مع طفلتهما الرضيعة حديثة الولادة لم تكن الطفلة تستجيب من صوت أمها على الإطلاق قلق الوالدين من احتمالية وجود مشكلة سمعية مع الطفلة الصغيرة بالتأكيد لا يوجد أب أو أم لا يرغبون بغير الأفضل لأبنائهم ويبذلون كل ما في وسعهم لمساعدتهم ودعمهم ولذلك قررت والدة تشارلي حمل طفلتها للطبيبة تقول لها الأم إن انتبك الشك حول قدرة طفلك على السماع والتفاعل مع الأصوات فمن الضروري أن تتصرف على وجه السرعة وتقدم له المساعدة المبكرة كي لا تتأخر حالته كثيرا خاصة وأن حصوله على الرعاية المبكرة سوف يقدم له حلولا كبيرة تساعد على تجاوز الكثير من العقبات التي قد تواجهه وعلى الرغم من اكتشاف أبوي الطفلة تشارلي لمشكلتها مبكرا إلا أنهم لم يكونوا متأكدين من أن سماعة الأذن قد تكون كافية وتساعدها بشكل تام ويزيد الأمر صعوبة أنه يصعب عليك أن تسأل طفلة صغيرة لم تتمكن من الزحف بعد ولكن عندما وضعت الدكتورة سماعات الأذن في أذن الطفلة كانت الأم متوترة بشكل كبير ولكن كانت تبذل جهدها لمساعدة رضيعاتها المفاجأة كانت عندما بدأت عينات طفلة تشارلي تلمعان عندما سمعت صوت أمها للوهلة الأولى والدمعة في عيون الطفلة والأم أيضا في الواقع إن صوت والدة الطفلة تشارلي جعلها تتأثر كثيرا حتى تحولت تلك المشاعر لدمعات كم يبدو الأمر شديد الحساسية عندما تبدو مشاعر طفل صغير وكأنها تتحرك نحو شيء حثيث وقوي يشعر به في الحال لا يمكن لأي شخص أن يعرف ما الذي شعرت به الطفلة تشارلي للمرة الأولى عندما تمكنت من سماع صوت والدتها يا الله حتى هذه الطفلة التي لا تستطيع الزحف بعد تأثرت بصوت أمها بحيث أن دمعتها أصبحت في عيونها يا الله إنها طفلة وكلها مشاعر لأمها أنا عندي سؤال لك عزيز المشاهد هل ابتسمت في وجه أبيك أو أمك اليوم؟ هل قبلت يديهما؟ هل قلت لهما شكرا؟ إذا لم تفعل ذلك الآن وبدون تردد قم واذهب إليهم وقبل يداهما وتذكر أن الله يرضى برضى الوالدين أنا أريد منكم جميعا أن تشتركوا بقناتي وتتابعوا كل المقاطع التالية أتعلمون لماذا؟ لأن هدفي هو أن أجعلكم سعداء ومتفائلين وحياتكم اليومية كلها سعادة